بسم الله الرحمن الرحيم معكم حسين بن يحيا اليوم نصل الى الفيديو رقم 9 في سلسلة التبس والممتدئين في برنامج سابسنل ديزانر واليوم هنفهم كيف نستخدم مجسم ثري دي خاص فينا بالعمل يعني باختصار نحن الممكن ندخل اي مجسم خاص فينا نحن اشتغلناه ببرنامج ثري دي ماكس مايا هوديني مودو سينما فوردي ونشتغل عليه المواد ونصدر المواد الطبيعي للبرنامج اللي اشتغلنا عليه ونرندر فقط هناك ويطلع نفس النتيجة يعني هنا باختصار نشتغل المواد كلها فقط هناك نورد الخرائق بس لاحظ بالسبستن ديزانر عندي مجسمات جاهزة فهمناها موجودة هنا وعددها كثير لكن انا اريد مجسم خاص فيها العملية جدا سهلة فمثلا عندي هذا الغراف انا اسميته مينغراف او مينغراف طبعا انا دخلت غرافين ثانيين مش الان ما نهتم فيهم الان تركيزنا على المينغراف هذا اللي هو انسيب لاحظت بقية انا حافظهم لهم اسماء لكن هذا الانسيب عندي طريقتين اما اني اجي فوق الباكج وبالزر اليمين وادي اعمل مش امبورت كثير يرتب شو يعملوا امبورت امبورت موضوع ثاني الفارق بين اللينك والامبورت الامبورت باختصار يدخلي صور مستقلة عن المصدر اللينك يربط الصورة مثلا بالمصدر اي تغيير هنا يحصل لها تغيير في الاصل ونلاحظ في اللينك مباشرة عندي ثري دي ماش مباشرة اضغر ثري دي ماش واختار اي مجسم ثري دي انا اريده طبعا يستقبل الصياغ الموجودة هنا لاحظ يستقبل اشهرهم طبعا الو بي جي و الاف بي اكس لكن كمان اشتاء من برامج الكاد يستقبل دي اكس اف و دي ا اي و ثري دي اس الطريقة الثانية والاسهل واللي انا افضلها اللي هي السحب نفتح الملف اللي فيه بمجسم ثري دي تابعي و ادي امسكه واسحبه فقط الى فوق الباكج لاحظ مباشرة ان كان فوق مباشرة هنا يجيلي فوق البرنامج ازاي العداد اهو دخلي تلاحظوا مباشرة فمظهر اللي هنا ايش افتحه هذا مجسم ثري دي كل اللي علي اما اني اسحبه قائمة ثري دي او دابل كلك دابل كلك لاحظ هنا مباشرة يحسب لي اياه و خلاص هذا مجسم ثري دي والان اشتغل طبيعي عليه طبعا في برنامج ثري دي نفسه عملت لهذا المجسم ثلاث مواد مادة للجسم الاساسي و مادة للنب و مادة للباس وعطيت كل واحد لون و سميتها الاسم يظهر هنا شوه جميلة الان مثلا لو اجي اغير اللون ايه اللون اصفر مثلا اهو اصفر لاحظوا ما يظهر شيء لانه لازم لازم اعمله اساين بالزر اليمين مش دائما نقول ال view خلناه في البدايات هذه طبعا في حاجة جديدة ظاهرة اسمها الساين هذه متقدمة ما محوظ فيها في سلسلة هذه اللي هي خاصة بال UDIM UDIM انا اغغط view لاحظوا نفس الاسامي اللي انا سميتها في بردامج ثريدي في المواد اعطاني اياه هنا انا اريد هذا الغراف لمن انا اريده للبادي ارصوا مباشرة صار شغلي على البادي طبيعي تماما يعني اي نويز اي شيء اجي اربطه هنا صار يطلالي هنا اهو بكل سهولة وبكل اريحية لاحظ؟ باختصال نشتغل مادة تبعنا على مجسم ثريدي تباعي يعني لو ناخذ مثال بسيط انا اعمل في الجراف من هذا اهو الخاص بال كوبر نحاس اهو اضغط عليه هنا لو اجي اخذه هذا اسحابه اخذنا طبعا الطريقة كيف نسحبه كنود كيف نسحبه كنود في الفيديو رقب ستة تقريبا ستة وسبعة اخذنا فيه كيف نعمل ميكس بين خريطتين و two graphs اخذناها اذا انا فقط اسحب هذا الى هنا صار جميع حق الخريطة اللي اشتغلتها لها مجرد نود ونلاحظ حتى الانبوت الانبوت هذا طبعا طريقة متقدمة جدا انا عملتها هنا تلاحظوا عبارة عن انبوت فاضي انبوت فاضي متقدم لكن بس الفكرة المثال كيف انا الان هضحر مادة النحاس هذا على المجسم الموجود عندي اوكي من الحاجات المهمة جدا ان اعمل بيك للمجسم الثريلي هذا اجيله بالزر اليمين واعمل بيك مودل انفرميشن هذا اي واحد يشتغل سبستان باينتر يعرفها وهي عبارة عن خرائط تساعدني في تحديد الحواف الحادة الموجودة مثلا هنا شوف عندي دخلات البوزيشن وين تحت كيف يعرف البرنامج وين العنصر حقه من تحت من فوق من يمين من يسار هذه خرائط البيكينج تساعدني في هذه العملية ونلاحظ ثلاث المواد اللي انا خرجتها من برنامج 3D انا فقط احتاج للبادي بس البيس والنب اريد البادي وهنا طبعا لو انا اريد اخرج الخرائط خارج الجهاز كصيغة PNG تختار اي صيغة تريدها HDR PSD Photoshop GPG حاليا انا اختارها PNG وهذا حجمها 2K لكن هنا انا ما اريدها تخرج خارج الجهاز اريدها داخل المشروع نفسه تلاحظوا يختفي هذا والانتياليزنج تنعيم الحواف اعطيه 2x2 كل ما زاد كل ما كان اعطاني حواف انعم و اعمل Add Baker حاليا انا اريد ال Ambient Closure و اريد Curvature و اريد Position مهم و اريد Word Space تلاحظوا انه موجود فيها بيكر اللي شغالين على برنامج Substant Painter حيلاحظوا انه هنا في Substant Designer اكثر لانه متخصص لعمل المواد بشكل عام و ليس 3D Paint برنامج Painter 3D Paint هنا Material Creation Material Authorization البرنامج حاليا هذا اللي اريده ما اريد Normal ما عنديش Normal ولا حاجة و تلاحظوا انه مشغل GPU Acceleration عشان يكون اسرع من هنا من Edit Preferences بيكرز تلاحظوا انه مشغلها على كرت الشاشة GPU طبعا الحين حيكون ابطأ اعمل Start Render فقط حيكون ابطأ شوية لانه الجهاز يسجل صوت و يسجل فيديو و يشغل على Substant Design لكن مع ذلك ايضا نلاحظ اول ما ينتهي تلاحظوا كل شيء هاي يظهر هنا حتى الان Stop Rendering لا وتلاحظوا هنا ينحفظ لاحظوا داخل البرنامج شو الخرايط تظهر اهو خلاص اوكي كلها تلاحظ هذا الخرايط هذا ال Ambient تلاحظوا اهو أنا اريد استخدمه اذا اسحبهم كلهم اسحبهم كلهم حاليا انا ايش اريد هنا منهم Input Position Position Willward Space لاحظ كيف اعطاني الخريطة ليش انا عملت ال Input هذا زي ما قلنا الموضوع متقدم لانه لو انا هضحرها مباشرة فوق الغراف الرئيسي هذا هنا هيكون فيها Seams Seams اللي هو ال UV اكيد ملاحظة مهمة صحيح مهمة اي مجسم 3D نحنا نريد ندخله الى Substant Designer لازم يكون مفروض المجسم يعني معمول عليه Unwrap UVW هذا معروف حتى في Painter اللي شغالين Substant Painter لازم UV ال UV لازم ما يقبل من الدخل المجسم مش معمول عليه UV طبعا عملية UV اكيد انا هاضطرض انه الكل عارث يشتغلها في برامج 3D لاحظوا هنا هاجي اعمل Show Body لاحظوا مادة النحاس جميلة وحلوة وكل شيء لكن ايش فيها Seams اه 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 ارطول باين شو القطع تا 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 اهو ماشي هنا حتى فوق كيف دائرة هنا وخط هنا هذا Seams ان انا اشتغلته في برامج 3D ولا هي المادة جميلة انا ما اريده يكون ضاهر هنا عشان كده انا عملت خريطة ثانية زي ما قلنا اللي فيها الخطوة المتقدمة هذه اللي فقط فيها هذول الاثنين مع Tri Planner هذا يسمها Tri Planner عشان الان حنشوفها هنا لما اجي استخدم فقط هذه الخريطة مع تبعي انا مش بحاجة الى Normal هنا حربط هذا Normal مباشرة هنا واكيد مع الغراف الرئيسي في الغراف الرئيسي اكيد انا حاجة افتح وحافتح الرفنس والمتالي كلهم فتحتهم اخذ الرفنس الى هنا واخذ الرفنس الى الرفنس واخذ المتالي الى المتالي لاحظة حين اول ما اعمل شو يوبورت بادي ايش حصل كله تصلح صار المادة مباهرة جميلة جدا على مجسم تريد اوكي وطبعا انا عملت اعدادات خاصة هنا بحيث انا اقدر اغير الى اج اريد لمعه اقوى هنا اريد لمعه انا نسينا نربطها في البرنامج الرئيسي إذن معلنها هنا لأن هنا موجود عملية الربط هنا نسيت أخذها من المجسم الرئيسي إذن خلاص مش أشكالية أفضل عشان معدخوض في أمور تفصيلية أكثر ومش داخل موضوع السلسلة هذه للمبتدئين نعم خلاص الآن العمليات بسيطة للشغل بحيث أنه دحين لو أريد أي متيريا لثانية نأخذ متيريا لثانية كونكريت طبعا مش منطقي نحاس معا كونكريت بس نحن فقط من أجل ضرب مثال نجي نستخدمها الجهاز بطأ كثير مش عارض ليش فكرة التسجيل بطأته ونأخذ مثلا أي ماسك خذنا لهذه الماسكات لما اشتغلنا الحجار مثلا أقول حل إيش طالب إني من الخرايط هذه طالب تقديبا كلهم الامبينت الكربتشر كلهم تقديبا نأخذه هنا قريب مننا عشان يشوفهم أهو إذن الامبينت أربطه طبعا فيه نود خاصة تخليك بدل ما تجي وتعيد تربط كل هذا ولكن أيضا ما بأخوض فيها أوكي مش شغفنا الآن نخوض فيها أوكي وإن أنا نزلته شكرا أخذتو تحت كثير أوكي حال كل اللي علي إيش دا حين أربط بين الماتيريال صار دولا ماتيريال إذن ما أقدر أعمل بينهم بلند بالعاتي لازم أجي إلى قسم الماتيريال وهنا بلندين تلاحظوا بلندين أنا أمزج الآن لا تخافوا من العقدة شكلها مخيف صح؟ بوم لكن ليش؟ لأنها هي تجمع بين توا ماتيريال تلاحظوا ديفيوز تو و ديفيوز وان ومش عارف إيش؟ لا أضغف عليها أنا طبعا مش بحاجة إلى الديفيوز ومش بحاجة إلى السبيكيلر ومش الجلوسينيس و حايت إلا أيضا هذي فقط المدخلات تلاحظوا الآن ستة مدخلات هنا وستة مدخلات للمادة الأولى إذن المادة الأولى تابعي اللي أنا سويتها هذه النحاس أدخل فقط كل شيء هذا البيس كيلر ورايحة الله إلى البيس كيلر النورمال ورايحة للنورمال الروفنس ورايحة للروفنس والهي هنا متالك في الرايح هذا متالك أوكي بيس أوكي أنا شكلي مطفي الأمبيد الأمبيد كمان أريده الأمبيد تقلوجين أوكي أهو عندي الأمبيد الأمبيد من هنا راحضوا هنا هذا الأمبيد وهنا الهي أوكي وهذه المادة الأولى هنا ماسك سنستخدمه الآن هو المهم طيب بدل ما نأتي ونعيد وكل شيء تذكروا في أول درس لما قلنا هذا فقط طريقة للشغل للشغل للويرز لاحظوا الويرز هنا لما أعملوا كمباك يتقفل هذا النقاط المخيفة كلها وتصير كلها كمباك مدموجة وعندي أثنين ما هي الأثنين؟ بحيث أني لما أسحب من نود ينسحب معه البقية ها شوفوا هنا أسحب ذا ينسحب معه الكل على عكس لما يكون على واحد طبعا اختصارهم بالكيبورد واحد اثنين ثلاثة واحد ينسحب على واحد واحد أما ثلاثة مثلا اللي هو الكمباك ينسحب كل مرة واحدة ما بعيدته أني بدل ما أجلس أربط كل واحد الواحد كما فعلتنا الديزاينر ذكي كفاية لو أجي بسعش تشوفوا أثنين أجل أسحب واحد هو يفهم كل واحد رايح فين لاحظ كل واحد يلصق في مكانه أضغط بس خلص الكل مرة واحد اندمجوا البيس راح للبيس والكالر راح للكالر والرفنس ذكي كفاية جدا ذكي حسنا نلاحظ هذه الخريطة مدموجة بين الاثنين مدموجة بالخريطة التي أقضتها من البيكينج بحيث أني في حين أربط في الماسك ما الذي حصل عندي هنا لاحظ كيف ولا من وراء ما يكون طبعا أكيد افتهمت الفكرة التي نعملها صح لا لما نريد شغلات مقشرة شغلات مشعقة نريد تكشير الآن لو أجي أظهر هذه المادة الرئيسية أيضا دعنا نجي على الكمباك وأجي أسحب ها صحبة هنا كل شاهد يفهم لأين يروح كل سيظهر عندي هنا شاهدوا الآن بكل سهولة بكل سهولة كل اللي علينا الآن هذه الخرايا التبعي خلاص عجبتني المادة أريد أشتغلها في سنما في 3D ماكس مايا أي حاجة أجي من عند هذه على شكل مافك وأقول export outputs لا وين أنا أريد أحفظهم بصيغة إيش أنا أريد أحفظهم والامتداء التسمية تبعهم وإيش من الخرايا تخرج خرايا بالحجم اللي أنا محدده هنا هذا مهم هنا 2K 4K 8K وأدخلهم بس فقط مباشرة إلى برنامج 3D لأنا شغال هذه خريطة اللون هذه خريطة النورمل الرفنس الميتاليك الامبيينت والهيك ومن أروع ما يكون وهنا نقدر نتحكم بالقوة نقدر نتحكم بكل المعاملات من هنا مثلا أنا أريد لا أقل مش بهذا الشكل حاجة تقشرات بسيطة تقشرات أكثر أو أقل أوكي باختصار هذا كيف نحن ندخل عملية مجسم 3D إلى داخل Substant Designer تبعنا ونشتغل فيه بالطبيع طبعا هذه طريقة تخراج المواد طريقة تقديدة طبعا عندي فيديو كامل يوضح كيف نخرج المواد هذه بطريقة تفاعلية ما معنا طريقة تفاعلية أن نبحث أقدر داخل برنامج 3D Max نفسه أو Cinema 4 وأنا داخل أقول لا والله أنا أريد هذا يزيد كذا مثلا القرانج لا والله أنا أريد ويقد وهذا الشكل موجود عندي فيديو كامل هو Advanced لهذه العملية يشرح الكيفية هذه مش بالتفصيل لكن يشرح العملية وليش نحن نستخدمها أنت تلاحظ أنك لو خرست صورة من Google خلص صورة من Google والسلام عليكم أنصح بمشاهدة فيديوهات السابقة لهذه السلسلة في فيديو كمان يشرح لكم مدت قريب الساعة ليش نحن نستخدم برنامج Subsystem Designer وليش ما نستخدم صور عادية ليش يعني Subsystem Designer وما نستخدم صور عادية سبع نقاط طرحتها توضح ليش نحن نستخدم Subsystem ومن الصور عادية هذا بالنسبة كان للفيديو رقم 9 إن شاء الله يكون واضح عملية جدا سهلة باقي هذه كلها زيادات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته